اهلا بكم وفيديو جديد وموضوع جديد يخص الديكور والتشتيبات مع قناة انتيريور كونيكشن ومهندسة الديكور لم يا حسن والنهاردة هنتكلم عن نختار الارضية غمقة ولا فتحة وده سؤال بيجيلي كتير قوي طبعا الموضوع ده بيتوقف على حاجات كتير قوي في عوامل كتير بتأثر في اختيارنا للون الارضية هل هو فاتح ولا غمق بس الاول ما تنسوش تعملوني لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو مع اصحابكم اختيار لون الارضية بتوقف على شوية عوامل اول حاجة منها هي مساحة المكان هل هي صغيرة ولا كبيرة الاسطايل اللي احنا بنفرش به المكان هل هو كلاسيك ولا مودرن ولا جاباندي ولا سكاندانيبي ولا ايه بالزبط تالت حاجة اضاءة المكان سواء كانت الاضاءة دي الطبيعية او الصناعية هل هي جديدة ولا ضعيفة وكمان لون الاضاءة هل هو ابيض ولا اصفر ورابع حاجة هي الوان الموبيلية اللي موجودة معانا هتأثر جدا في اختيار الارضية بالنسبة للعامل الاول وهو مساحة المكان وده العامل الاكتر تأثير في اختيار لون الارضية لان المكان الصغير يفضل فيه اختيار ارضية فتحة يعني كل الغرف اللي مساحتها تلاتة ونص في تلاتة ونص او اكبر شوية او اصغر بما فيها المطبخ والحمام الافضل هنا اللون يكون فاتح لان اللون الغامق زي الاسود والرمادي الغامق وما شابه بيدي احساس بان المكان اصغر كتير انما الفاتح زي الابيض والبيج الفاتح ورمادي الفاتح واللون الخشب الفاتح كل ده بيدي احساس بالوسع لانه بيعكس الضوء فبيدينا الاحساس بان المكان اكبر لانه اضاءته بتبقى احسن انما اللون الغامق بيمتص الضوء فبالتالي الاضاءة بتبقى اضعف فبيدينا احساس بان المكان اصغر بكتير وطبعا في المساحة الصغيرة عموما احنا بنستخدم الارضيات والحوائط والسقف كلها الوان فاتحة علشان تخلي العين تنتقل بسهولة من مكان لمكان وتدي احساس بالامتداد والاتساع فبيبان المكان اوسع كتير وياريت تشوفوا الفيديو اللي عنوانه افرش اتك الصغيرة صح عشان يسهل عليكم فارش المساحة الصغيرة انما لو كانت المساحة كبيرة فهنا هيبقى في حرية في اختيار الارضية بتاعتنا اكتر بكتير من المساحة الصغيرة لان الاختيار هنا هيكون على اساس هل احنا عايزين المكان يبان اكبر بكتير ولا عايزين العين ما تتوهش في المكان ويبان المساحات محددة وواضحة فلو كان المساحة كبيرة جدا يفضل طبعا ان احنا نعمل ارضية مش فتحة قوي فنعملها غمقة شوية او ممكن كمان رمادي نوصل للرمادي مثلا الى غامق زي درجات رمادي الغامق قلنا والوان الخشب الوسط او الغامق شوية والبركيهات طبعا الغامق كل ده بيدينا كونترست عالي وبيدينا طبعا الكنترست من العناصر الحلوة جدا اللي بتخلي اي تصميم ناجح بس ما بيبقاش ناجح قوي في الامكان الصغير علشان برضو الواحد بيبقى محتاج نحس ان المكان كبير شوية لو الشقة 70 متر مثلا وواضحة صغيرة فبتبقى طبعا مش مناسب خالص ان احنا نعمل الكنترست العالي ده انما في الاماكن الواسعة بيكون الكنترست مهم في الفرش يعني مثلا نعمل ارضيات غمقة فساعتها نقدر نعمل الحوائط فتحة واحنا متفقين ان معظم الوقت الافضل في التصميم ان يكون السقف ابيض فيه هو والجيبسون بورد والكرانيج بتاعته لان الابيض بيعكس الدوق فبينور طبعا السقف وبيدي احساس ان المكان اضاقته كويسة جدا وبلاش نعمل السقف لامع طبعا لازم السقف بيكون مطفي علشان ما يزغللش الرؤية بتاعته تاني عامل وهو الستايل اللي بنفرش بيه بيأثر معانا في اختيار الارضية ولونها اذا كان فاتح ولا غامل يعني مثلا المكان اللي بنفرش فيه باركيه ده بيناسب الكلاسيكيات كلها كمان الوان الخشب عموما بتناسب الجابان دي والسكندانيفي فهنا بيكون الستايل مؤثر جدا في اختيار الارضية الا اذا كنا بنفرش مثلا بالرخام الابيض في الكلاسيكيات فهنا ساعتها بنختار ارضية طبعا بتبقى فتحة وبنبتدي نعمل الكونترست في الفرش نفسه كذلك زي ما قلنا في الاسكندانيفي والجابان دي عادة الارضيات بتكون خشبية او لون خشب طبيعي فاتح او ممكن كمان تكون الرمادي الفاتح او الابيض كل دوت بيبقى مناسب جدا في الستايل اللي احنا تكلمنا عليه والترانزيشنال اللي هو الستايل اللي بيجمع بين اتنين ستايل مع بعض بيبقى فيه حرية هنا فيه اختيار اكتر من الحاجات التانية لان احنا بنقدر نخلي الارضيات فتحة او غمق على حسب احنا هزين نأكد ايه في الترانزيشنال تالت عامل هو الاضاءة سواء بقى كانت الاضاءة دي الاضاءة الطبيعية او الاضاءة الصناعية يعني لو الاضاءة في المكان خصوصا الطبيعية شديدة وقوية فده بيساعدنا حتى لو المكان دايق شوية اننا نقدر نختار لون متوسط يعني مش فاتح اوي لانه الضوء بينور اكتر الارضية وبيخلي الغمق بتاعها اوي دوت يبقى متوسط لان هنا الاضاءة زي ما قلنا لما بتيجي على اللون وبتفتحه اكتر من حقيقته انما لو الاضاءة ضعيفة فده بيخلي المكان اديق وبالتالي لو المكان دايق فلازم نعمل ارضية فتحة والكلام ده بينطبق كمان على الاضاءة الصناعية يعني لو الاضاءة الصناعية بتاعتنا طبعا ده بيبان اوي بالليل لان احنا بنعتمد عليها فلو كانت الاضاءة الصناعية بتاعتنا ضعيفة لازم ان احنا نخلي الارضيات فتحة علشان ما يبقاش الموضوع فيه كآبة وغمقان جانت انما فيه الاضاءة بقى العالية ما بنفضلش الارضيات الفتحة اوي زي الابيض مثلا لان دوت هيخلي الموضوع يكون يعني منور اوي زي نعمل زوم فساعتها بنختار ارضية متبسطة شوية ما بتبقاش فتحة على الاخر وطبعا في اي تصميم احنا بناخد بشكل عام عينات من كل الخمات زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت بناخد من كل الخمات من كل الالوان وبنجمعها مع بعض وبنروح المكان اللي احنا هنعمله تصميم وفرش وتشطيب ونشوفها في الاضاءة بتاعة المكان دوت خصوصا الاضاءة الطبيعية ونشوف الشكل النهائي هل هو مناسب لنا ولا لا لان احنا لما بنختار من المحل بيبقى اضاءة المحل خاصة به هو مش بننقلها معنا البيت وبتبقى اضاءة دايما بيضة وقوية فبالتالي بتبقى حكمنا على الخامة واللون هنا مش مظبوط قوي انما نقدر نحكم بجد صح لما ناخد العينات والالوان ونحطها عندنا في البيت بتاعنا وكمان طبعا ما ننساش ان الاضاءة البيضة بتختلف عندنا في التشطيب واختيار الارضية عن الاضاءة الصفرة لان الاضاءة الصفرة بتغير اللون تماما رابع عامل وهو هل الوان الموبيلية نفسها فتحة ولا غمقة هل احنا محتاجين نعمل كونترست بين الارضية والموبيلية ولا لا فهنا الخشب مثلا لو بني والقماش غامق يبقى لازم هنا الارضية تكون فتحة عشان ينور المكان انما لو الموبيلية الوان محايدة فتحة زي البيج او الرمادي او الالوان الخشبية الفتحة يبقى سهل علينا ان احنا نختار ارضية متوسطة مش فتحة اوي والافضل كمان ان الارضية تكون اقرب ما يكون للسادة يعني لو سيراميك بلاش مثلا نركب الشكل الشطرانجي اللي هو البلاطة وبلاطة لون والتانية اغمق وواحدة فتحة يعني الموضوع دو يبقى مناسب في الفيلة الكبيرة اوي في حتة معينة كده مثلا في المدخل او كده انما في الشؤة ما منصحش خالص بالارضيات الشطرانجية ديت اني بشوفها كتير منتشرة لان ده كمان بلغبطنا جدا مع السجاد وكمان برضو الشكل الرخامي لو احنا هنقيف الارضية يكون التشبيحة بتاعة الرخام فيه بسيطة شوية ما فيش داعي ان يكون التفاصيل عالي اوي لان زي ما قلنا السجاد اللي احنا بنختاره بيتأثر جامد اوي بلون الارضية ونقشة الارضية وده طبعا لو السجادة منقوشة وكمان الارضية فيها ديزاين كتير والتصميم بتاعها مفرقة كده وقوي طبعا الاتنين بيغلوشوا على بعض وما بيبقاش الموضوع مريح خالص عموما في اختيار الارضية الفتحة بيناسب معظم البيوت للناس اللي عايزة تختصر يعني وتاخد حل ابسط معظم الارضيات الفتحة زي البيج والرمادي والابيض بتبقى نكحة جدا مع كل الفرش ومع كل البيوت بشكل عام طبعا يعني الافضل ان احنا نركز احنا عايزين ايه بالزبط انما العموما الارضية الغمقة بيبقى محتاجين دقة عالية جدا في اختيار كل حاجة حواليها ويريد تشوفوا الفيديو اللي بتكلم عن اختيار خمات الارضية عشان نتعرف اكتر على الخامة المناسبة لنا سواء كانت باركهات او بورسلين او رخام ونعرف الفروق اللي بينهم وما تنسوش تعملوني لايك وشير ودعموني بكومنت وشكرا وإلى اللقاء مع مهندسة ديكور لمية حسن وقالات انتيريو كونيكشن وكل ما يخص الديكور والتشطبات شكرا وإلى اللقاء